فتاة بحرينية متميزة تجاهلت عاقتها التي تسبب بها مرض السرطان وجعلها بيد واحدة منذ الطفولة فدخلت في سباق الرجل الحديدي لتنافس محبي هذا النوع من الرياضة لتعرف أكثر على ما تتميز به هذه الفتاة الزميلة خولة لغرينيس تنقلنا إلى هذا التقريب طموح وتحدي ورغبة في الوصول إلى الصفوف الأولى في سباق الرجل الحديدي لتنافس قدرات رياضية عالمية متجاهلة الإعاقة التي تسبب بها مرض السرطان وأفقدها يدها اليمنى في طفولتها لتعيش حياتها بيد واحدة منذ سن العامين الشيء اللي خلاني ديش الترياثلون أن أنا كنت أشوف شن التحديات اللي أنا ما أقدر أسويها فكل كان يقول لي أن ترياثلون واحد شيء صعب وأنا ما أؤمن أنه في شيء صعب طول ما أنت تحطين بالتش في الشيء وتوصلين لنفسك أنت بتقدرين تسوينا لأنه ما في شيء صعب شيخ الشيب اليوم مثال للتحدي والإصرار لأنها تمتلك بداخلها إيمانا مطلقا بقدرتها على تحقيق حلمها بإنهاء السباق قبل انتهاء الزمن المحدد بالرغم من الصعوبات التي قد تواجهها خلال مراحل السباق التحديات اللي أنا تواجهني هي السباحة وايد صعب علي أن أنا أدفع نفسي عشان بيد واحدة وما أقدر أحرك ريلي وايد في البحر لأنه أحتاج ريلي حق الدراجة وحق الجري فالمفروض أني أنا أدفع بيدي في السباحة وخفيف من ريلي بس إن شاء الله في السباقات الياية بكون أحسن وبطور من نفسي إن شاء الله من هاي السباق إن شاء الله حلمي أني بس أكمل السباق قبل الوقت ما يكمل لأنه فيه وقت حق السباق ثمان ساعات ونص فأني أكمل السباحة والدراجة والسيكل في قبل الثمان ساعات ونص وأقدر أكمل السباق يعني أنا أقول لهم أشوف نفسي في الفينش لاين ثبرت وتحدت كافة الصعوبات التي قد تواجهها في ذلك اليوم الموعود يوم مواجهة أبطال العالم في سباق الرجل الحديدي فنذرت نفسها لتكون نموذجا مشرفا لأصحاب الهمم خطة متكاملة رسمتها شيخ الشيبة لتخترق صفوف المتسابقين من خلالها لتحقق بذلك حلمها القادم بتحقيق رقم متقدم في سباق الرجل الحديدي خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين